البنات العيالات الرجال كتعانوني من السفرار و من تسوس و من رائحة غير مستحبة و من الجير و الكالكر و جميع المشاكل تجمعوا لكم في سنة ديالكم اليوم جبنالي هم الحل باباهم غادي يطيروا كما كتلاحظوا في الفيديو اللهم بارك يعني كيطيروا بوحد الشكل اللي هو عاجيب و غريب و منذ اول استخدام هاد الوصفة لبنات ما تسني شهر ما تسني سيمانة ما تسني جوسيمانة الحمدولله دقبط له و منذ اول استعمال غادي يجيب بيها الله تسير غير حيدوا علي العقز و نوضو جربوا لي هاد اللمولاتي الوصفة و قولوا ليه في تعليقات كيف حجتكم وشفعل النات الاستحسان ديالكم وشفعل النات الاعجاب ديالكم يعني كيف حجتكم وش زوينا ولا لا يعني مهم خليولي نجي جميع الاستفسارات و نتعيجرها امام الاعيون ديالكم و بالمناسبة لبنات كيف ما قلنا صالحة للرجال و للنساء لانه الاغلب يدي العيالات تقولوا لي في تعليقات وشهاد لاغوستي ممكن اعملها الزوج للأب الاخ العام ديالي اكيد ممكن صالحة لجميع كيف ما تنقوله الجنسين يعني النساء و الرجال و ممكن دراحت الوليدات ديالك لما عندهم مش حساسية من بعض المكونات فنمهم سبناتنا الاعجاب ديالكم و كما كنرجوك ان تهلو فيكم ماشي غير فادلاغوستي في جميع الوصفات الحمد لله لا القدام ولا الجداد فان بيكم تبضل تحت دابة كاملين بكم وتفجروا ليالا فيديو باللايكات يعني تكبسوا على كبسة اللايك وتشتركوا في القناة كذلك تفعلوا زي الجرس باش توصلوا بكل مواد جديد دخلوا لينا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو بغين تشوفو في الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات الماجية شنو هما الموضع اللي تبغونين نتكلم عليها ولا فيها اكيد اي موضوع ولا اي سواجبتوني نتكلم عليه فانا معلي الا تلبية للطلب ديالكم نجيكم باي حاجة حبيته وعلى بركة الله مش باش نتعرفوه على مكونات المصفى الطريقة ديال تحضار ديالها والطريقة ديال الاستخدام والاستعمال ديالها كذلك فاول مكونات اللي غادي نحتاجوه مفاد لغاوستاذ غادي نحتاجو ديال مكونات زوينين 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 ناجحين وكيخلولوك الفم معطروا من السم ان العارفة بزاف من اللبنات وبزاف من النساء كيعانوا من المشكلة ديال الرائحة الغير مستحبة خصوصا في هدفصل الصيف كتكتار 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 وكتهيج كتر في الفم فكان اللي عندها مثلا غير شوي وكان اللي عندها بزاف يعني طول اليوم كتلقي عندها الرائحة الغير مستحبة فالمهم غادي نتخلصوا من هدو شي كامل وعلى بركة الله ندوزوا ده باش نتعرفوا على المكونات ولكن بيتم نقول لكم مرحبا بالناس القدامة وحتى الجدود مرحبا بجميع الناس غير هوي لك انت اول مرة تشوفوا لشان ما تنسوش تشاركوه تفعلوزي الجرس وعلى بركة الله مشو برش نتعرفوه على مقادر الوصفة فاول مكوين اللي بنات غادي نحتاجوا القرنفل او ما يعرف بالمسمار انا غادي نوريكم شكيه ديالو بالنسبة للقرنفل او لا المسمار ما شاء الله يعني فوائدو كتير 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 بزاف لا على مستوى الرائحة الغير مستحبة على مستوى القلم يعني كنين بزافة البنات منكم كيعانوا من قلم الأسنان تتقول ليه في تعليقات بغينا شي حاجة تزولينا ذاك القلم فالحمد لله القرنفل كيحيد القلم كيعطر وكي نسمليك الفيم ديالك كيخليه من السموم عطر وكذلك مفيد في التبييد يعني صراحة عنده عدة اشياء ايجابية المهم البنات هدا هو شكل ديال القرنفل او ما يعرف بالمسمار هدا هو البنات كما قلنا فوائده ما شاء الله زوين بزاف بزاف على مستوى الفم والأسنان فغتحتاج معي كمية من القرنفل وكذلك غتحتاج معي كمية من التوم سواء الأبيض او الأحمر يعني كتاخذي حبا وحدة ديالتومة فهي كافية صراحة بش يعني تبيد لك والطهر لك والسي وتعقم لك الفيم ديالك لا لك ولا الوليدات ولا البنيتات ديالك هتحتاجوا معي ان شاء الله كمية من ماء ورد ماء ورد كينز سمو كيعتر الفم توايا اني تحتاجوا منه كمية وكذلك البنات غتحتاجوا معي كمية من الملح هناي الملح غادي للطعم يعني عفوا لمشي ملح البحر الميت لانو بزاف منكم تتقولوا لي يا واش ملح البحر الميت ولا ملح الاكل قولي لنا قولي لنا بصراحة هذا كان جاوب ولكن الامنية تكونوا بزاف ديالي كومنتار غرا ما تيبانش هدك لكومنتار يعني اللي جاوبت على البنت او لا على السيدة ولا السيد اللي جاوبته فانا قلت نقولها لهم في لا فيديو باشا كده كل شي يكون مشروح كما كان قولو نوضحوا الامور على الزمام ديالها بالنسبة للملح كيما قلت لكم هو ملح الطبخ اي ليس بملح البحر الميت فكتحتاجوا معي كمية من الملح ديال العادي يعني ملح المطبخ اللي كتعمليه في الشيوة وقلت ولي غتحتاجوا معي في هدلغوسل بالنسبة لبنات الاخر مكوين مادي نحتاجه هو معجول الاسنان اي ماركة عندك مش بشرط ماركات معينة فاي ماركة عندك معجول الاسنان هتتخدميها سواء مثلا هدا بلي بالميسواك سواء مثلا هذا اللي هذا اللي بنسبة القرنفل وبالفحم يعني الفاخر الفاخر والفاخرة معروف عليه ما شاء الله تبيض ديال السنينات او لا هذا مثلا اللي هو بالميسواك تويزوين وهذا اللي هو بالنتعاش النعناع كلهم زوينين صراحة لبنات ثلاثة بيون الممكن ما قلنا غنحتاجه القرنفل التومة الملحة ماورد ومعجول الاسنان في المجموع خمسة ديال مكوينات خمسة ديال مقادير أرخور ربخة والله القسم لبنات غالي ما بغتش تجرب وغالي ما بغتش تحيد العقز اللي بقالوا والو على الأبواب اللي يدخلوا عليكم بصحيحة ولا هنا من هادل لا فيديو هدا ولا من هادل المينبر هدا فالبنات أحيدوا لعقز عفاكم ونوضو جربوا لي هادل وصفة يعني ما تحتاجش لك وقت طوير را ضغية ضغية تصوبيها في خمسة دقائق ديال السنية ديالك أرجعي خليلي في تعليقات داك الشي اللي حصلت علي يعني أنا ما كان مسحش تعليقات كما تكونوا لاحظوا في بزاف دياللي فيديو كيني نحتى انتقادات سواء بناء أو لانتقادات غير من أجل انتقاد راكم عارفين فالحمد لله كيني نخليهم يعني كيف ما كانت سعليك كانت تقبلوا يعني بوحد الواسع ديالله الرحب مرحبا ألف ألف مرحبا يعني ما كانت تقلق منه متى شي حاجة فالحمد لله كينما قلنا البنات أيوحدة بتخلي كومنت كيف ما كان ديالك لغوست ومرحبا بي للرسل كانت تقبلوا سواء كان سلبي أو إيجابي مهم البنات بالنسبة لآخر حاجة ستحتاجوا معي جوش ديال الفرشات ديال الأسنان باش وحدة تحكي بها لغوست والاخرى تخليها باش تحكي بها سنينة ديالك يعني كما سنقول وحدة كتب بعد أنا غنشرح لكم في الآخر المهم ده باعدين ندوزو باش نطبقوا لغوست هي اللولة على بركتي الله البنات غتحتاجوا معي كمية ديال القرنفل مع كمية ديال الملح مع علقة وغادي تحتاجي معي يتومة وغادي ننقيها هانتم البنات غنحك دجوج ومات ثم رأس حاجة غزالة لسنينة غزالة جربوها على دامانتي اضيفه احد الماء القديم المواد باش نجمع بها هدى المكونات هذا سوف نضيف معكم كمية معجول الاسنان مهم اي نوعية فرص كما قلنا سواء هذا سوف نضيف مواد الفاخر و القرونفل اي اي ما اريده سوف نضيف مواد 5 دراهم سوف نضيف مواد الفاخر و مناسب خصوصا مع الفعاليه و الفوائد سوف نضيف معكم كمية كما كتلاحظوا اللون ديالو كيجيب الاسود بالنسبة الناس لي ما زالين ما تجربوش هنتو ما سوف نضيف مواد الفاخر سوف نضيف مواد الفاخر سوف نضيف مواد الفاخر خاصها بين انهاcked الواس خاصها يا ريجيب الاسود سوف نضيف بقائما سوف نضيف مواد الفاخر وسوف نضيف وصف irm هذا هو لغوتين ديالي الشخصي اللي صراحة دائما الحمد لله معايا ما كان بدلوش هدي سنين وأعوام ماشي لابخوم يا غفو هدي نبختاجيه معاكم يعني راها منذ سنين 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 هدي وانا كان نعمل نفس الحاجة ممكن نبدل في لغوتين لأنه ما يمكنش نبقى غرف وصفة وحدة غدي نجيب الجديد دائما لكم ولكن في الطريقة ديالي في فرق الأسنان دائما كتبقى بهذا المراحل وبهذا الخطوات هادو المهم سبنا أنه هاد لغوستيتنا لإستحسان ديالكم ودنا الإعجاب ديالكم كذلك ما تنسوناش لبناس من لايك 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 تروم اللي لايكات كذلك لبنات اشتركوا في القناة بنسبة لغزالة ديالي المزالين ممشتركين شنو كتسنو كبسوا على كبسات الاشتراك الموجودة أسفل الفيديو فعلي زل جرس خليلي تعليقات ديالك الاقتراحات ديالك سبسارة ديالك شنو باغا تشوفوا في فيديوهات المقبلة ولا الفيديو الماجين يعني شنو هما المواودة اللي انت يمهتم بهم وأنت غسي معاهم عكيد اي فيديو حبيتوها نرمع لي الا تنفيذ الطلبية ديالكم مجيكم بأي حاجة حبيتوها ان شاء الله وتحية الخاصة لبنات لي كيجربوا الوصفة الطبيعية ديالي وكيقولوا لي الله يعطيك سحار احنا جربناهم ولقينا عليهم اقبال ولقينا عليهم ناجح فشكرا شكرا شكرا لكل وحدة كتجرب فعلا الوصفة ديالي وكي ينجحوا معاها وكتخلي لي دعيوا في تعليقات ما تصوروا شي قداش كنزيد نفرح وبالنسبة لهذا الوصفة لكي التهر وتعقم وكتخلي لي كريحة الفم ديالي كي يحمق بالنقة وبالرويحة المنعيشة لمنحيت اننا استخدمنا القرنفل لمنحيت اننا استخدمنا التومة وكذلك مورد وكذلك الملحة ومعجول الاسنان يعني كل مقادر كله وحدة كتعطينا نكهة معينة وكله مكون من احدى هذ المكونات ولا من احدى هذ العناسر اللي طبقت معكم للي بقتجيت معكم اليومة كعطينا شي ازوين يعني الملحة كالتهر وتعقم ثم كذلك زائد انها كتبيض القرنفل يبيض ويزول الريحة تاوية غير مستحبة ويعالج السفيرار ويعالج ألم الاسنان الحاد اللي كيكون اولا تقبل الاسنان مورد كينسم وكيعثر الفيم بصحة والرحة مسبقا تمنى تجربوا هذا بدا بدا بلا لانه العواشر مبقى لها والوالود دخل عليكم ان شاء الله بصحيح حولنا وش ما تمنيتو ما تنسوناش من لايكات تشتركوا في القناة تفعلوا ازال الجرس تخلونا الاقتراحات والاستفسارات شنو بغي نشوفو في اللي فيديو المقبلين ولا اللي فيديو المجين ونطلقى معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء